بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلبة درسنا لهذا اليوم هو موضوع المتممة أو المكملة The Compliment هنا بهذا التعريف نحتاج نستذكر موضوع المجموعة الشاملة اللي هي ضم جميع العناصر عرفناها في صفحة صفحة خمسين كذلك نحتاج نعرف مجموعة جزئية من عدها اللي هي المجموعة أي مثل ما تلاحظون ونحتاج ننطي تعريف المتممة أو المكملة اللي نرمز لها بالرمز أي Compliment طبعا هنا نبدأ بالتعريف لتكون U بـ Universal Set and A Subset of U يعني عندي هنا الـ U هي المجموعة الشاملة Universal Set وكذلك عندي الـ A هي مجموعة جزئية من المجموعة U The Compliment of a set A متممة المجموعة A نرمز لها بالرمز أي Compliment A وSmall C بالأس هي مجموعة كل العناصر التي تنتمي إلى المجموعة الشاملة U ولا تنتمي إلى A هذا معنى المجموعة الشاملة التي تضم جميع العناصر راح تنقسم إلى قسمين عناصر تنتمي للمجموعة A وعناصر لا تنتمي إلى المجموعة A جميع العناصر التي لا تنتمي إلى المجموعة A ننطيها رمز ونسميها متممة المجموعة يعني تكمل المجموعة A اتحادين راح ينطيني المجموعة الشاملة التعريف الرياضي هنا باللغة العربية مكتوب متممة المجموعة A هي المجموعة العناصر التي تنتمي للمجموعة الشاملة ولا تنتمي إلى المجموعة A التعريف الرياضي Mathematical I-Comblimate تساوي نفتح قوس مجموعة هي كل العناصر X بحيث أن X تنتمي لليوب بنفس الوقت X لا تنتمي إلى A نرمزلها رمز آخر هي كل المجموعة الشاملة عدد عناصر المجموعة A استثني من المجموعة الشاملة المجموعة A ما معنى X تنتمي إلى A-Comblimate إذا وفقط إذا X لا تنتمي إلى A العلاقة بين A-Comblimate والA اتحاد ينطين المجموعة الشاملة تقاطح ينطين الفاي لذلك إذا كان العنصر ينتمي إلى A-Comblimate إذا وفقط إذا X لا ينتمي إلى A كذلك إذا كان X ينتمي إلى A إذا وفقط إذا X لا ينتمي إلى A-Comblimate هنا راح ننتمي أمثلة المثال الأول مثال 2.45 صفحة صفحة 60 هنا طبعاً حتى نحل أمثلة المتممة نحتاج نحدد المجموعة الشاملة ونفهم شون نكتب المجموعة اللي تكون جزئية من المجموعة الشاملة أي المتممة يعني بالبداية المجموعة الشاملة هي Z اللي نعرفها هي الصفر والعداد الصحيح الموجب والعداد الصحيح السالب أقصد بالعداد الصحيح الموجب هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وهكذا الأعداد الصحيح السالب هي السالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة إلى آخره وكذلك الصفر هاي يعني المجموعة في الأعداد الصحيحة المجموعة أي تحتوي على ثلاث عناصر فقط اللي هي السالب واحد والصفر والواحد يعني جد متممة المجموعة أي هنا معناها أنا راح أعزل العناصر ذنب ثلاثة من المجموعة الشاملة راح يطلع له هو المتممة المجموعة أي يعني هنا عندي هي كل الأعداد متممة المجموعة هي كل الأعداد ذات معادة المجموعة أو نكتبها معادة نفتح قوس ونكتب الأعداد سالب واحد صفر واحد هذا المثال الأول واضح وبسيط مجرد الطالب يفهم شنو الأعداد الصحيحة كيف تكتب يحل السؤال باستثناء عناصر المجموعة أي هذا هو المتممة المثال الآخر example 2.46 هنا عندي هذا المثال الثاني لتكون يو هنا عندي فترة نصف مغلقة أو نصف مفتوحة صفر ثمانية والأي تساوي واحد أثنية find a commitment هنا لازم نتعامل بحذر مع الفترات هنا عندي فترة المجموعة الشاملة نحدد لها فترة مغلقة معناها الصفر يدخل بالفترة والثمانية معناها لا تنتمي لهذه الفترة لأن مفتوحة هذه الفترة طبعاً تحتوي قلنا على نهاية من العناصر اللي هي كلها بين الصفر والثمانية والصفر يدخل ضمن العناصر الثمانية لا تدخل ضمن العناصر هنا المجموعة فقط منطين عنصرين فقط اللي هي الواحد والاثنين كيف نكتب العيكم لما انت هنا يعني الأهمية بكتابة الممتمم احنا نعرفها الممتممة أصبحت واضحة أنه كل المجموعة الشاملة اللي هي الصفر الثمانية نصف مغلقة من جهة الصفر معدل عنصرين واحد واثنين لكن كيف نكتبها؟ نبدي من الصفر إلى الواحد الواحد من دخله معناها نضع فترة مفتوحة كل هالعناصر ما موجودة بالأي لأن الواحد ما دخلنا صارت عندي الأي كوم لمن تساوي نفتح فترة مغلقة الصفر يدخل ضمن المجموعة متممة المجموعة إلى الواحد الواحد ما يدخل اتحاد الفترة الثانية اللي هي بين الواحد والاثنين ولكن أيضا ما دخل لا الواحد ولا الاثنين شو ما معناه ما دخل الواحد؟ معناها أضع قوس مفتوح معناها فترة مفتوحة الواحد ما دخل إلى الاثنين الاثنين أيضا ما دخل بعدين أوصل للاثنين أيضا أضح فترة مفتوحة لأن هي موجودة بالمجموعة لازم لا تنتمي إلى متممة المجموعة أبدأ بالاثنين وأكمل إلى كل العناصر اللي تنتمي للمجموعة الشاملة اللي هي الاثمانية بالضبط أكتبها مثل ما مكتوبة بالمجموعة الشاملة إذن هنا ببساطة أنا عندي فترة بين الصفر والاثمانية أحدث منها الواحد والاثنين فقط اللي هي المجموعة أي كتبناه على شكل فترات حذفنا الواحد فقط وهنا حذفنا الاثنين فقط إذن الاي كوملمت طبعا إذا نأخذ الاي كوملمت اتحاد العنصر الواحد اثنين رح يمطيني المجموعة الشاملة بالتأكيد هذا بالنسبة للمثال الثاني المثال الثالث اللي هو 2.7 و 40 هنا منطيني المجموعة الشاملة العداد من 1 إلى 10 1 فارز 2 3 4 5 6 7 8 1 إلى 19 هاي عندي الأعداد هنا منطيني وصف للمجموعة المجموعة المجموعة هي كل الأكس اللي ينتمي للأن العداد الطبيعية اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ونستمر للمالا نهاية هنا يقول الأعداد الطبيعية اللي موجودة بين الواحد والثلاثة طبعا هنا أكبر وتساوه معناها الواحد ضمن الفترة يدخل والثلاثة تدخل نعرف أن الأعداد الطبيعية تكتب على شكل أعداد قابل العاد يعني 1، 2، 3 بدون فترات فهنا عندي الواحد يدخل بين الواحد والثلاثة عندي الاثنين موجود وكذلك الثلاثة كتبناها على شكل أعداد لأنها تنتمي الأعداد الطبيعي والعداد الطبيعي والصحيح نعرفها لا يمكن كتابتها على شكل فترات نكتبها على شكل أعداد وفوارز بين الأعداد نفتح قوس مجموعة عندنا الواحد داخل أكبر أو يساوي الاثنين داخل والثلاثة داخل هناك كتبت المجموعة كذلك عندي المجموعة بأيضاً الأكس ينتمي للأعداد الطبيعية الآن بحيث أن الأكس أكبر أو يساوي ثمانية أقل أو يساوي عشر معناها تدخل عندي الثمانية والعشرة تدخل وبيناتهم التسعة كذلك المجموعة C هي كل الأعداد الطبيعية الآن بحيث أن الأكس أكبر أو يساوي أقل أو يساوي ثمانية نحن عندنا بهاي الفترة فقط الواحد والاثنية ضمن الأعداد الطبيعية البيناتهم أعداد غير طبيعية ما نذكرها هنا find A complement B complement C complement أي اتحاد ال B لكل complement تقاطع الأي مع C ال complement مالة المتممة كذلك اتحاد ال C مع ال B المتممة نحن نجي للمجموعة الشاملة المجموعة الشاملة عندنا عشرة عناصر اللي هي من واحد إلى عشرة متممة العين معناه نحذف من الواحد للعشرة نحذف الواحد والاثنين والثلاثة يبقى أن الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة بالنسبة للمتممة المجموعة نفس الحالة إذا عدنا المتممة المجموعة B معناه نحذف الثمانية والتسعة والعشرة من المجموعة B راح يبقان المجموعة الشاملة منها من الواحد إلى السبع إحنا مكتوبة متممة المجموعة B من واحد إلى السبع كذلك إذا عريد نستخرج متممة المجموعة C معناه نحذف الواحد والاثنين من المجموعة الشاملة راح يبقى أنه الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة يعني نكتب الأعداد من الثلاثة إلى عشرة عدنا أي اتحاد B الآي قلنا عناصرهم عناصر العفو المجموعة A وB عناصرهم بالنسبة لمجموعة عناصرها هو الواحد والاثنين والثلاثة والB عناصرها الاثمانية والتسعة والعشرة أخذنا أي اتحاد B بقوس مجموعة كتبنا جميع عناصر موجودة بالأي وبالبي وهنا راح نخلينا علامة كوملمت يعني نريد أن نطلع عنها للمتممة معناه راح نحذف ذن العناصر من المجموعة الشاملة راح يبقى أن الأعداد اللي بعد الثلاثة اللي هي الأربعة والخمسة والستة والسبعة اللي بعدها موجودة ما أدخلها اللي هي الثمانية والتسعة عشرة إذن متممة الاتحاد نأخذ عناصر مجموعة اللي هي واحد وثلاثة عناصر المجموعة اللي هي ثمانية وتسعة عشرة نأخذ اللي هي كوملمت معناها راح ناخذ الأعداد اللي موجودة بالشاملة مع عدداً للأعداد نأخذ الأربعة والخمسة والستة والسبعة هاي متممة الاتحاد أي تقاطع سي الأي تعرفونها واحد اثنين ثلاثة والسي كانت هي عندي المجموعة سي هي الواحد والاثنين إذن التقاطع موالتهم عناصر مشتركة اللي هي الواحد والاثنين نأخذهم كوملمت معناها نحذف فقط الواحد والاثنين من المجموعة الشاملة وبالتالي راح نحصل على العداد من ثلاثة إلى العشر هاي متممة التقاطع وكذلك بالنسبة للبقية ترجمة نانسي قنقر